في عام 1999 حدث زلزال في تركيا في مدينة إزمير بلغت شدته 7.6 من مقياس رختر وقد أدى إلى وفاة أكثر من 17 ألف إنسان وإصابة وفقدان عشرات الآلاف من البشر وترك تقريبا نصف مليون شخص بلا مأوى وأضرارا شديدة قدرت بمليارات الدولارات ودام هذا الزلزال حوالي 37 ثانية فقط لكن المفاجأة الصعقة كانت عند حدوث هذا الزلزال المدمر فقد كان بقاعدة عسكرية بحرية في مدينة إزمير نفسها وكان احتفالا بتخريج دفعة من ضباط البحرية وكان يحضر هذا الحفل بعض ضباط إسرائيل وأمريكا وتركيا وجيء براقصات من تل أبيب بدأ الاحتفال الرسمي من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الثانية عشر ليلا وكانت عبارة عن إلقاء كلمات وتوزيع جوائز ثم بعد الثانية عشر ليلا بدأت الاحتفالات الفنية والرقص والخمور وهم في أوجي الاحتفال طلب القائد التركي من أحد الضباط عنده أن يأتيه بقرآن ويقرأ فيه فجاءه هذا الضابط بالقرآن وقرأ ثم أخذ هذا الجنرال القرآن ومزقه ووضعه تحت أقدام الراقصات وقال أين الذي أنزل هذا القرآن وقال فيه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون أين هو ليحفظه ولأن هذا الضابط القارئ للقرآن كان مؤمنا اضطرب قلبه من شدة الهلع والخوف وانسحب وركض هاربا بأقصى سرعة هذا الكلام والاحتفال كان بين الساعة الثانية عشرة ليلا والثالثة فجرا وفي الساعة الثالثة ودقيقة واحدة بتوقيت اسطنبول إذا بضوء شديد لونه زهري يغطي المنطقة كلها ثم انشق البحر وتصاعدت منه نيران ملتهبة يرافقها انفجار شديد القوة ثم بأمر الله كانت تلك القاعدة العسكرية بكل آلياتها وضباطها وضيوفها وفسوقها وراقصاتها في قاع البحر في سبعة وثلاثين ثانية فقط ودمرهم الله تدميرا وفي اليوم الثاني انزلوا مركبة ابحاث وصورت هذه القطعة من الجزيرة وكيف اصبحت في قاع البحر فوجدوا مكتب القائد واللوحة النحاسية لاسمه ما زالت معلقة منطقة كبيرة جدا قطعت واصبحت في قاع البحر كما هي ولم يستطيعوا ان ينتشروا جثة ضابط واحد منهم ولم ينجو احد الا هذا الضابط الذي هرب قبل وقوع الزلزال عقب هذا الزلزال كان المصلون يأتون الى المساجد في تركيا في الاوقات الخمس وتزدحم بهم حتى الاروق ويستمعون من الامام قول الله تعالى واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تجميرا كما حفظ خطبة له قال فيها لا تخفوا على هذا الدين انه دين الله وهو محفوظ بحفظه الى يوم القيامة ولو كره الكافرون وهذه القصة معروفة عند جميع الاتراك وكان لها اكبر تأثير في عودة الناس الى الله وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه أليم شديد ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا لأجل معدود فتاة جميلة في السابعة والعشرين من عمرها رفضت اكثر من خاطب تقدم لها حيث لم تكن قانعة بمميزات كل خطيب وكانت تخترع عيوبا في كل متقدم لها حتى كاد ان يفوتها قطار الزواج وفي احد الايام تقدم لها شاب على خلق ودين وقبل ان ترفضه نخل عليها جدها وذكر لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير ثم ابتسم وقال لها في احدى المدن تم افتتاح مجر لبيع الازواج حيث يمكن للمرأة الذهاب لاختيار زوج بنفسها ومن بين التعليمات التي وضعت في المدخل حول اسلوب عمل المجر ان للمرأة فرصة الدخول للمجر مرة واحدة ويمكن الاختيار من احد الطوابق او الذهاب الى الطابق الاعلى منه ولكن لا يمكن النزول الى اسفل والدخول لطابق سابق وقد دخلت احدى الفتيات الجميلات المجر لاختيار زوج لها فقرأت في مدخل الطابق الاول لافتة مكتوب فيها الرجال هنا لديهم عمل ويخلصون لله فتركته وصعدت للطابق الثاني وقرأت اللافتة الرجال هنا لديهم عمل ويخلصون لله ويحبون اطفالهم ففكرت قليلا ثم صعدت الى الطابق الثالث وقرأت اللافتة الرجال هنا لديهم عمل ويخلصون لله ويحبون اطفالهم وشكلهم جذاب ورغم اعجاب الفتاة بما هو مكتوب الا انها صعدت الى الطابق الرابع وقرأت اللافتة الرجال هنا لديهم عمل ويخلصون لله ويحبون اطفالهم وشكلهم جذاب ويساعدون زوجاتهم في اعمال المنزل فتعجبت وقالت يا الهي اني لا استطيع التحمل سأوافق ولكنها بعد دقيقة استمرت بالصعود وفي مدخل الطابق الخامس قرأت اللافتة الرجال هنا لديهم عمل ويخلصون لله ويحبون اطفالهم وشكلهم جذاب ويساعدون زوجاتهم في أعمال المنزل ولهم قابلية رومانسية عالية لمغازلة زوجاتهم دائمة وكادت أن تطأ قدمها ذلك الطابق إلا أنها استمرت بالصعود وفي مدخل الطابق السادس وجدت لافتة مكتوب فيها أنت الزائرة رقم مليون وسبعمائة ألف ولا يوجد أي رجال في هذا الطابق لأن هذا الطابق وجد خصيصا كدليل على أن النساء لا يمكن إرضاؤهن وأن زوجة القنوع هي زهرة البيت وإشعاعه وإذا فقدت المرأة خلق القناعة من نفسها فقد آذنت بالهلاك لها ولبيتها لأنه لا بديل عن القناعة إلا الطمع والندامة شكرا للتسوق في مجر الأزواج وانتبه لخطواتك وأنت تخرجين حيث أن الطمع لا يأتي بخير أبدا ابتسمت الفتاة وقبلت جدها ووافقت على الشاب وتم الزواج يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْضُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرفون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كان هناك شاب تقي ولكن بعض الأمور تختلط عليه في الحلال والحرام فذهب إلى أحد العلماء يطلب على يده العلم فكان أول ما قال الشيخ له ولزملائه في الدرس لا تعيشوا عالة على الناس فإن العالم الذي يمد يده إلى أبناء الدنيا لا خير فيه على كل واحد أن يذهب ويعمل بالحرفة التي كان يعمل بها والده وليتق الله فيها خرج الشاب من الدرس متحمسا وذهب إلى والدته فسألها عن الحرفة التي كان يعمل بها والده المتوفي فبدأ على الأم القلق وقالت ذهب والدك رحمه الله فلماذا تبحث عن حرفته الآن فألح الشاب عليها كثيرا ليعرف حرفة والده فأخبرته رغما عنها أن والده كان لصا حزن الشاب وقال لأمه ولكن الشيخ يريدنا أن نعمل بنفس حرفة والدنا وأن نتق الله فيها قالت الأم في غضب ويحك وهل هناك ما يدعى التقوى في السريقة عليك أن تبحث عن عمل شريف وتنسى ما قاله الشيخ لك وبالفعل ذهب الإبن يبحث عن عمل لعدة أيام ولكنه لم يجد عملا فعاد لنصيحة شيخه وبدأ يسأل ويتعلم ليعرف كيف يصبح للصن وعندما شعر أنه احترف هذه المهنة أعد العدة وصلى صلاة العشاء وانتظر حتى نام الناس وخرج ليسرق بيت جاره وهم أن يدخله ولكنه تذكر أن الشيخ قد أوصاه بتقوى الله وقال في نفسه أنه ليس من التقوى أن يقوم بإذاء جاره وسرقته فقام بتخطي هذا البيت ومر ببيت آخر وهم بسرقته ولكنه تذكر أن هذا البيت دار أيتام الله عز وجل حذر من أكل مال اليتيم وبعد هاتين المحاولتين تحقق أن السرقة لا تجتمع مع التقوى لذلك قرر أن يعمل في جمع وإخراج الزكاة وترك مسألة السرقة نهائيا وفي يوم ظل الشاب التقي يمشي ويتخطى المنازل حتى وصل إلى دار تاجر غني وكان بيته بدون حراسة وكان يعلم كل الناس أن هذا التاجر لديه الكثير من الأموال والمجوهرات التي تزيد عن حاجته وهنا قال الشاب في نفسه هذا هو المنزل المناسب وبالفعل تمكن الشاب من الدخول إلى المنزل وظل يسير بين الغرف حتى وجد صندوقا مليئا بالذهب والفضة فهم بأخذه ثم أخذ دفتر أموال التاجر وبدأ يراجع الحسابات فأحصل أموال وحسب مقدار الزكاة ونحى مقدارها جانبا عاملا بنصيحة الشيخ وهي تقوى الله في العمل وبعد قليل أذن الفجر فقال الشاب في نفسه تقوى الله تقضي الصلاة أولا ثم العمل فقام وتوضأ وأقام الصلاة فسمعه التاجر صاحب المنزل فتعجب عندما رأى هذا المنظر صندوق الأموال مفتوح ورجل يقيم الصلاة فسألته زوجته ما هذا؟ فأجاب التاجر في دهشة والله لا أدري وأسرع إلى الشاب يسأله من أنت؟ وماذا تفعل هنا؟ فأجابه الصلاة أولا ثم الكلام انتظر الشاب حتى توضأ صاحب الدار وصلى به لأن الإمامة تكون لصاحب الدار وبعد أن أتم الصلاة سأله التاجر أخبرني من أنت وماذا تريد؟ وبعبارات فيها الكثير من الأدب وحسن الخلق قام الشاب بتذكير هذا التاجر بالفريضة الرابعة وهي الزكاة وشرح له أن هذه الزكاة توزع على الفقراء فتعينهم على مصاعب الحياة وتعود عليه بالبركة وبرضى الله عز وجل وأخبره أنه بعد قراءة الدفاتر علم أنه لم يخرج زكاة أمواله منذ ست سنوات وأنه قد حسبها الآن لوضعها في مصارفها كاد التاجر أن يجن من فعل هذا الشاب وسأله في غضب ما حكايتك؟ وماذا تريد مني يا هذا؟ فقص عليه الشاب قصته وكيف أنه رفض أن يكون لصا وفضل العمل بجمع الزكاة فأعجب التاجر به كثيرا وقال له لدي بنت ما رأيك لو زوجتك ابنتي وجعلتك كاتبا ومحاسبا عندي وأسكنتك أنت وأهلك داري وجعلتك شريكي في تجارتي فرح الشاب كثيرا ووافق على الفور وأتى بأمه إلى دار التاجر بعد أن تزوج ابنته وعاشوا جميعا في سعادة وهناء ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون شكرا للمشاهدة